هياكم الله من يديد في كويت اليوم الإقبال على المنبهات مثل القهوة والشاي هي من العادات اليومية الأساسية وخلقون صارت فيه نوع من أنواع أسلوب الحياة حق أغلب الناس زاد عدد الكافيهات وصاروا يتغنون في أنواعها ونكهاتها اليوم رح نتكلم عن هالمنبهات مع أخصائي التغذية أحمد ليري صبح عليك بالخير سيد أحمد وحياك الظلام صباح النور يهلا ومرحبا هلا فيكم احنا ما نبلش صباحات نلب هالمنبهات معروفين خلاص صار عادات والتقاليد لهذه اللي لازم صح لا لكن قبل أن ندش بعاداتنا وتقاليدنا الصباحية خلقوا روتيننا الصباحي رح نشوف أنا وياك وين المشاهدين هالتقرير ونرجع نكمل ممكن نحن شفنا التقرير أستاذ أحمد صح هني سوينا لك مكس شوية بين المنبهات وبين البعض يعتقد أنها ممكن تكون منبهات لكن عندنا البلاك كوفي القهوة أستاذة القهوة العربية الشاي هذولي منبهات صح؟ القهوة والشاي بشكل أساس يعتبرون هما المنبهات التي تستخدم أنواعهم تختلف مدة تحميصهم تختلف الإضافات اللي لهم تختلف هذه باختلاف المواد المضافة لها وطريقة تحضيرها تختلف بعض خصائص القهوة اللي فيها في البعض اللي يقومون لك من الصبح مثلا يخذوا لك القهوة اللي فيها مثلا لاتي ولا اللي فيها بعض الإضافات الكريمة والكرامل والشوكلة وكل هالأمور في ناس تقولون يعني أنتوا تقولون ما تصبحون الصبح اللي بها القهوة وهذه نصها مو قهوة زين شوف بنتي الحين لما انتكلم عن القهوة لما انتكلم عن القهوة بشكل أساسي لما انتكلم عن القهوة فإحنا لازم نعرف بأن القهوة دائما في أغلب الأنواع تنقسم إلى ثلاث مكونات رئيسية أول شيء البن اللي هو القهوة اللي يتم إعداد القهوة نفسها منها تمام اللي احنا نسميها مثلا الشوت الاسبرسو فهذا عندنا أول مكونات القهوة رقم اثنين إذا تم إضافة لأي نوع حليب باختلاف أنواع الحليب حليب كامل الدسم قليل الدسم خالي الدسم بدنا نشوف إضافات حليب الصوية حليب اللوز كوكونوت ملك ففيه إضافات نوع الخصائص الحليب هذي تغير من مكونات الخصائص القهوة بشكل عام المكون الثالث والأخير اللي هي الإضافات اللي نسميها محليات فيه من يضيف سيرب مثلا بنكهة كرامل نكهة فانيليا نكهة كاكاو فيه شغلات موسمية هايزلنات توفينات مرات فيه ناس لا بس أبيضيف سكر على القهوة مالتي فلازم ننوهني خصوصا حق الاشخاص شوي كبار بالعمر أنا شخصيا ملاحظه هذه ملاحظة شخصية يعني أن كمية السكر المضاف للمنبهات دائما ما يتم حسابها ضمن نظامهم الغذائي يعني فيه وائد ناس لما يراجعون بالعيادة عندما نكلمهم يقول لي مثلا أنا صار لي فترة ما ينزل وزني متبع نظام غذائي يعني ماشي على سيستم معين ولكن عندي صعوبة في إنزال وزني بعد تسألها مرة مرتين ثلاثة تتابع أكلها يعني حتى فيه أذكر فيه أحد الأخوات طلب منها تصور لي أكلها يقول كامل فكانت الدزلي يصور أكلها يعني الأكل ممتاز ما فيه أي مشكلة بس مشكلة الحجية كانت أنه يعني إدمان شاي وباليوم تشرب مطارة إلى مطارتين شاي فممكن يعني أنا قاعد أكلمتش عن ما يعادل عشر استكانات إلى خمسة عشر استكانات شاي باليوم تمام؟ ومع كل استكانة تضيف قفشة إلى قفشتين سكر بس خلص فإننا نقول ملعقة السكر الوحدة فيها أربع قرام من السكر فأنت قد تتكلم عن لما ضفت عشر ملاعق أو ضفت خمسة عشر ملاعق فأنت نضف تقريباً تقريباً قد تتكلم عن أربعين إلى ستين قرام سكر ضفتها في يومك ما يعادل قطعتين ككاكاوة أو ثلاث قطعتين ككاكاوة يعني نقدر نقول أن فعلاً ممكن القهوة أو الشاي يضرون بالرجيم بحسب مكوناتها أنا قلت لكم توفي ثلاث مكونات أساسية تشرب القهوة سادة؟ لا ما تضرب بالمرة عادي أي كل أنواع القهوة سادة التركية العربية الأمريكية الأسبرسو الكولد برو ما في منهم أي مشكلة تشرب قهوة معها حليب رقم واحد لازم تتحكم في نوع الحليب تعرف النوع الحليب اللي قاعد تشربه يناصب النظام الغذائي اللي أنت متبعه أثنين الكمية طيب أنت موم عقول قاعد تشرب مثلا خليني أقول لتي نوع الحليب فيه ممتاز يجب أن نستشرب منها خمسة باليوم هذه بالنهاية إضافة سعرات على نظام الغذائي ثلاثة تبتعد عن القهوة التي فيها محليات فيه ناس ما يقدرون يعني لازم هالمحليات تكون موجودة يقولك لا لا تقول لي ما أشرب مثلا اللاتي نصيحة موش اللاتي عفوا اللاتي ما فيها المحليات الأمور الثانية القهوة عندنا الموكة شوفوا فيه العديد من الكافيهات الآن العديد من الكافيهات صار فيه ترند ماشي بالعالم بأن يسوون الشقر فري سيروب فالمنكهات هذي كلها في بعضهم يسوون منها المنكهات في خالية من السكر الآن لا يمكن أن يكون هناك موال ثاني ونقاش ثاني هل هذه المنكهات الخالية من السكر تعتبر زينة؟ أو أن أنا بدأ ما أخذ الشقر فري معنات أن أشرب العدد الذي أنا بي لأنه شقر فري لا شوفي المحلات الصناعية بمختلف أنواع طبيعي هي محلات صناعية من الاسم محلات صناعية هل ننصح أن تتناولها بشكل أساسي وأنها تكون مكون أساسي في نظامك الغذائي وهل ينصح لأكثار منها؟ أكيد لا ولكن أنت بتسألني أشرب هذا المحل الصناعي أو أشرب شراب متروس سكر؟ خطر المحل الصناعي برأي شخصي أقل من خطر المشروبات العالية جداً بالسكر إذا نحن نتكلم من الأفيد إلى أن نتجنبه دعنا نتكلم عن لهوتكية 100% الأفيد والشاي أفيد الشاي؟ يعني في بعض الناس يخافون من الشاي لا لا، الشاي جداً مفيد لا يوجد أي مشكلة فيه لأنه غير أنه يحتوي على نسبة المنبهات التي فيها أقل تعتبر معتدل لا تعتبر جداً عالية نفس القهوة غير أنه يحتوي على نسبة من الفلورايد فهو يعتبر أصلاً الشاي يعتبر نوعاً ما مزين للأسنان بس لازم على طول تفرش بعد العساس لا يترك تصبغات ثلاثاً أنت تتكلم عن احتواء الشاي على نسبة جداً عالية من مضادات الأكسدا يعني شيء يحتوي على أنتي أكسدينت بكمية كبيرة وخصوصاً للشاي الأخضر فنحن نتكلم عن نسبة فائدة جداً عالية لمقاومة الأكسدا في الجسم لوقاية الجسم الأمراض نحن نسميها الأمراض على المدد البعيد اللي هي بعيد الشرعي عنكم سيد المشاهدين الكانسر، الزهايمر، الفقدان الذاكرة هذه الأمور كلها متعلقة في الأكسدا اللي يتحصر في الجسم الشاي يحتوي على نسبة أعلى من القهوة من ناحية المضادات الأكسدا فيعتبر مفيد يبعد من القهوة السادة أي نوع قهوة سادة سواء كانت عربية سواء كانت تركية سواء كانت أمريكانو إسبرسو، كولد برو هذين دايماً يعتبرون رغم اثنين تمام؟ يحتوي على نسبة هم أيضاً ممتازة من المنبهات من كمية الكافيين اللي موجودة فيها تعتبر عالية ممتاز للرياضيين قبل ممارسة الرياضة مثلاً فترة إذا يزيد من قوة نشاطها يزيد من على قراطهم أداء البدني ممتازين يبعدهم كولكشن اللتي بالكامل يعني اللتي في مثل كوردادو في الكابتشينو في اللتي العادي هذه تختلف نسب الحليب ونسب القهوة فيهم، في واحد ممكن يكون التناسب 50-50 بالتناسب في واحد ممكن يكون نسبة الحليب 70 بالمئة والقهوة 30 بالمئة وتختلف النسب هذا النوع من اللتي بشكل عام مفيد صحي يعطي جسمك نسبة من المنبهات بالإضافة إلى الكالسيوم اللي موجود بالحليب بس مثل ما قلت قبل شوية لازم تختار نوع الحليب اللي انت تتخذ ذمه وترى ما في حليب أفضل من حليب ما في حليب أفضل من حليب؟ لا يحتمد على الحالة يعني على سبيل المثال لما ييك شخص يعاني من خلينا يقول هزيل جسمه لازم أنصح يشرب حليب كامل دسم أنا أبي القيمة الغذائية الكاملة وأبي السعرات الإضافية من الحليب عساس أن هذا الشخص ينمو أكثر بس لما ييني شخص يعاني من سمنة أنت هنا حالتك أنت الشخصية تطلب مو حليب قليل دسم خال دسم عرفتي؟ فالحالات هنا مع الحليب سواء كان منزوع دسم أو قليل دسم أو كامل دسم يعتمد على حالة الشخص الذي قاعد يشرب حليب اللوز يعتبر أيضا بديل قليل السعرات بالنسبة كبيرة يعني مثلا لو نقارن الحليب خالي دسم الكوب الواحد يحتوي على تقريبا تسعين ما بين تسعين سعرات حرارية حليب اللوز الكوب الواحد يحتوي على أربعين سعرات حرارية يعني نص حليب اللوز فيه سعرات ما يعادل نص الحليب خالي دسم هل أنا لازم أعرف أي حليب يناسبني؟ يعني نحن نشوف ساد أحمد بعض الناس تتخبط في قراراتها يعني نسمعنا مثلا سويا ملك ويتهبت السويا ملك الكيل قام يشرب سويا ملك وفي ناس بلشت مع اللوز وفي ناس بالكوكونات وكل هذه الأمور أنا على أساس أنك هل هو ما يظرني عادي أن أجربهم كلهم؟ كتجربة إن شاء الله لا يوجد ضرر إذا تريد أن تجرب من باب التجربة أنا أريد أن أجرب حليب اللوز لا أفضل عادي مثلا اليوم أنا أشرب باتر طلبة الكوكونات وفي ناس المنوال كأنه لا يوجد أساس هل هناك ضرر من أن تجرب؟ لا يوجد ضرر من التجربة ولكن عندما نتكلم عن نوع الحليب الأفضل بالنسبة لحالتك الشخصية في البداية يجب أن تعرف هل تعاني من حالة مرضية معينة تطلب أن توقف الحليب أو لا في بعض الناس يعانون من شغلة يسمونها لاكتوز انتولانس لا يقدر جسمها غير قادر على هضم سكر لاكتوز الذي موجود في الحليب لأن جسمها عاجز عن إفراز أنزيم لاكتاز الذي مسؤول عن هضم هذا النوع من السكر هذه حالة مع مرضية مئة بالمئة أنت مو بإيدك أن تشرب حليب عادي فهنا واجب عليك أن تنتقل حق حليب السويا حليب اللوز والأمور الثانية مع أنه في ناس بالنسبة لهم أنا أحول على اللاكتوز لأنه مجرد ما أنا أحس بانتفاخك هذا موضوع ثاني الحين موضوع انتفاخات القولون وموضوع انتهابات القولون والتقرحات التي ممكن تصير في الجهاز الهضمي والأمور هذي كلها في بعض الناس فعلا المشتقات الألبان الحليب مثلا خليني أقول يسبب الانتفاخ يسبب الالتهاب يهيج الالتهاب وهو بحالة الشخصية هذا الشيء صاير هنا أول شيء يجب أن يسوي الشخص في البداية أن يروح يعمل منظار على ساس يعرف ما هو الحالة التي سايرها معه أمراض الجهاز الباطنية عديدة فلازم يروح لدكتور جهاز باطنية دكتور باطنية يعمل له منظار يحدد للحالة حتى دكتور الباطنية ما سيقول له ترى أنت عندك واحد اثنين ثلاث أربع خمس يعطيه لسة أكلات هذه الأكلات كلها ممكن تسبب لك التهاب التهاب التقرح حاول تتجنبهم هنا دورنا كخصائي تغذية نقول له نعمل مثل نجرب أكله أكله نعمل مثلا ممكن أي لأول يوم أقول له تاقيك اليوم بسنا بنشيل الحليب باتر بسنا بنشيل هذا ونشوف الرد تفع الجسم إلى أن نصيد الأكلات المناسر هذا الشخص المعين لازم يمتعد على هل ممكن إذا شربنا القهوة أو الشاي أو أي نوع من أنواع المنبهات هذه ممكن تسبب لنا مشاكل بكثرة يعني أنا عرف ناس ساد أحمد ما تحب القهوة كلش لكن مثل ما قلت قبل شوية المثال اللي ضربتها يحطوا لك المطارة للشاي ومطارة يعني إحنا قاتتكلم عن المطارة هو شوفي نسبة الكافيين بالشاي أقل كثير من نسبة الكافيين بالقهوة يعني التيباك الواحد لا يحتوي على كمية كافيينة التي تكون وايدة عالية فالشاي بشكل أساسي ما رح أقول لك الإكثار منه يعني يعني تخلص وان تو تو ثري تي باك زادي لايحي ما عديت مراحل وائد خطرة بس لما أنا لما نتكلم عن المراحل اللي مثلا كثرة شرب القهوة باستمرار يعني أنا شخصيا بحكم الدوام وائد ناس يقولون مثلا أنا ما أتريق الصبح قهوة 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 لين أوصل فترة الغداء لين أقع الغداء مطني خالي بس وخصوصا في بعض الأخوان بعد الشباب تدخين وقهوة من الصبح على معدة خالية تدخين وقهوة لين فترة الغداء أنت هني زيت من فرص احتمالية من احتمالية حدوث العديد من الشغلات أول شيء جفاف في الجسم قد تكون معرض لإصابة بالجفاف في الجسم إذا كان معك جفاف ففي وائد أمور تترتب عليها من تساقط شعر من جفاف بالبشرة مثلا حتى بعيد شهر أنا ممكن في بعض الناس حش ممساك الشغلة الثانية اللي ممكن تعرض لها اللي هي عدم انتظام في نبضات القلب هذا موضوع يعني مرات أنت دايما الكثرة الكفير راح تسرع من نبضات قلبك فرح تدعي سير عندك عدم انتظام في الدقات عدم انتظام في الدقات تصير صعدة نازلة الشغلة الثالثة نومتك راح تكون معفوزة وإذا النوم عفزت يعني تشلنا أنا أقول لك مثلا سيستم الإنسان كله يمعتمد باعتماد كله على نومتك وشونة تكون مضبوطة وفترات النوم صح الوقت المناسب لتناول القهوة في ناس تقول لك مثل ما قلت أنا اسمتها قهوة من أول ما أصبح لوقت غداي لمن أرجع وأنا بطول وقت القهوة وفيه لبعد العصر فعليا ما فيه وقت نقول لنا يعني ما ما فيه دراسة علمية تقول لك أنه مثلا فيه وقت يفضل ولكن لأنه فيها منبهات عالية وإحنا ما نبي نومتك تخترب فنقول حاول ما تشربها ثلاث أربعة ساعات قبل أن تنام خمس ساعات قبل أن تنام حاول توخرها عن فترة الليل عساس بس نومتك تنام عدل أنا أذكر كان صديق قبل أيام دراسة كان يقول إحنا من عاداتنا نحن نشرب القهوة خلال النهار نشرب الشاي خلال الليل عندهم شغلة كثيرة أنه يدرج بالكافيين كان يقول أنه مثلا يعني هو متعود ما بين أهله يقول أن الصبح أنا أشرب القهوة بعدين فترة العصاري إذا أشرب شيء أشرب شاي لما أي بالليل أبدأ أحول على إذا حبيت أشرب شيء أشرب أعشاب الأربس بشكل عام فيحطهم بالليل فيقول أنا نسبة دائما عندنا هذا الشيء ضروري أن نحن لا نود المنبهات بالليل لأن نومتي ما بيها تخترب ذكرت الأعشاب دعونا أطرع إلى الأعشاب في من يفضل يشرب نعناع وهو الآن هبت الحريم ترى أول عقوب العشا ولا العزايم يشربون الجرين تي عشان يهضم الآن صارت بعد العشا قاموا يحطون النعناع المرمية بعد العشا يقول لك هذا زين حق نعناع مرمية دارسين زعتر بابونج لومي هناك عديد من العشاب والأعشاب والأعشاب هل هم مفيدين؟ نعم جدا مفيدين كل واحد فيهم يتميز بخصائص غير عن الثانية لا يعتبرهم من المنبهات لا يجعل لك ألرت في جسمك المرم لا يوجد نسبة منبهات؟ لا يوجد نسبة منبهات؟ لا يوجد نسبة لك لا تذكر لا يوجد نسبة لك أرق أرق أو قلبي يعمل بطريقة أسرع أو أداء الرياضي يزيد منها لا فوائدهم على المدى الطويل يعني مع استمرارية تناولهم ممكن يحسون وظائف الجسم ولكن موضوع واجب التنبيه عليه مثلا أشرب كركم أشرب كمون أشرب دارسين أشرب لومي لأن هذه الأمور أشرب شاي أخضر لأن هذه الأمور تساعد في حرق الدهون لا تعليق لا تعليق؟ لا تعليق حين الحريم ينصدمون؟ لا تعليق لا تعليق لأنهم يتعاودون دائما أكثر من كل مرة قلنا هذه الكلمة عملية حرق الدهون تتطلب أن جسمك يحتاج سعرات حرارية أيضافية يعني عندما جسمك يحرق دهن لازم أنت تسوي شيء تقول أنا أحتاج أكثر عندما تشرب لا توقع أن تشرب بنزين هل نستخدم لفظ أن يحرق الدهون؟ بس نحس براحة يعني إذا واحد ثقل على العشاء ونحن ندلنا المفروض أن لا نثقل على العشاء لكن يقول له بعد ما أثقل محتاج مثلا أن بس عملية الهضم عندي هذا راح الضمير بس المشاريف بعد الوجوة هي راح الضمير لا أكره إذا بيريح شيء في جسمك لا يريح ضميرك أن هذه الوجوة التي أكلتها أخويتها خلصت منها وما عندك أي مشاكل هذا يعني مثل ما تفضلت المفروض أن في الحركة بعد أنا ماني ضد العشاء بالمرة مفيدين جدا وجدا أصلا ننصح فيهم بس لا تربطونهم في موضوع نزول الوزن يعني بس هذا الشيء الوحيد أن لهم فوائد ينصح بشربهم أصلا في بعض الحالات يشدد على أهمية شربهم بس لا تربط لها بزيادة زيادة أو نزول الوزن ما لهم علاقة كلها ربطهم يمكن يمثل ما تفضلت يكون زين على المدى البعيد ممكن نشوف فايدة حق بعض وظائف الجسم لكن هو ما نربطها بالضبط أنه ممكن إذا في لفايدة بيريح ضميرك بيونسك بعد الوجبة ما تشيلين هم اللي كلتي وسع أهم شيء راح تضمير الحمد في الأجواء الباردة سعد أحمد دايما في مشروبات يتم تفضيلها على بعض المشروبات الأخرى عندنا مثلا الكرك يكون وايد مشهور فترة الإشتاء أيضا عندنا السحلب عندنا بعض المشروبات يضيفون بعض الدارسين وما دارسين مشروبات هذه الحرة التي نصنفها أن هذه زينة تعطي دفع حق الجسم في فترة الإشتاء ربط صح؟ لا بشكل عامل نتكلم عن الكرك يعتمد على طريقة إعدادها الكرك يعني الكرك الحليب مشروب وايد زين وشوي في معلومة كانت دارجة ما بين بعض الناس بأن الحليب لما يضاف للحليب يفقد الحليب خصاصة يعني لا يخلي الجسم مثلا يستخدم الكالسيوم هذا معلومة غلط الشاي لا يؤثر بتاتا على الحليب الناس يربطوها ليش؟ قبل فترة كان هناك معلومة بأن الشاي يمنع متصاص الحديد صح؟ أيضا يربطوا أن الشاي يمنع متصاص الكالسيوم بالحليب لكن الأولى صح؟ بعض أنواع الحديد وليس جميع أنواع الحديد الحديد الغير حيواني اللي يسمونه نانهيميكايرين اللي يأخذ من الخضار يتأثر عليه الشاي ولكن الحديد الحيواني اللي يأخذ من اللحوم وهذه لا يضر الشاي فالشاي لما أضعه مع الحليب لا أفقدت الحليب خصائصة ولا أفقدت الشاي خصائصة ويعتبر شراب زين الآن هناك مشكلة دارجة ثانية هي نوع الحليب يستخدم في إعداد الكرك ما هي المشكلة؟ هناك أكثر من نوع حليب يستخدم يعني بعض الناس تخلط ما بين الحليب عادي بالإضافة لحليب مكثف بالإضافة إلى مثلا محلة هناك حليب محلة هناك حليب محلة هناك عادة الخلطة فهذه رسالة للسادة المشاهدين قبل أن تشرب الكرك أعرف منه مسويه شون مسويه يعني إذا هو مجرد نيايب حليب سخنة خليه حليب حار حليب فرش مسخنة وحاطة هناك بعض الناس يضيفون عليه مثلاً هيل شوية زعفران وتضيف فوقه شاي أمورك طيبة ما عندك أي مشاكل وأنا أصحك شربه ولكن عندما تشرب حليب ثاني تكون الإضافات التي فيها أكثر من نوع حليب شوية سكر تشابس الشاي فيه لا شوية تزيد السعرات وتتوكل اللي يأخذها كوجبة رئيسية يعني كوجبة ريوج كرك لأن الكرك ثقيل ويمكن وضحت لنا سيد أحمد الآن إنه ممكن ألواع الحليب الموجودة لأنه فعلاً فيه كرك تحسه ثقيل يعني خلاص هو كافي تشربه بس لا يعتبر وجبة لأن أنت هذه لما سويت وجبتك عبارة عن مجرد بالنهاية تقول فيها 100 أو 200 كيلوري هذي مو كافي عليك؟ أمية مو ريوج أمية مو ريوج أمية مو ريوجة أفطار ما يصير تتريق تقولي ريوجي كامل 100 سعره 200 سعره أيضاً قليل يعني أنت تتكلم عن وجبة أفطار يجب معي 300 مو ريوجة فيها أمية مو ريوجة أفطار تصل إلى 400 سعره wellness هذا بأنظم يومك صح هل ممكن الكرك يكون جزء من الأفطار؟ نعم ممكن يكون جزء من الأفطار مع الباج الأشياء الخبز والجبن أيضاً أنت كثير أنت وكذلك أنت كنت عن الخبز والجبن أحسستني أنت أنت تاكل راهي نرهو ممكن أنت أعصر نعم في الختام أحمد إذا بتعطيني صايح للناس إنه اللي بيومة يشرب الشاي والقهوة وكل أنواع المنبهات خالطهم بيومة نصيحة على السريعة صغيرة اشرب ماء عساس تخلص من العراض الجانبية ولا الأضرار لجميع هذه المنابهات وخصوصا الناس اللي مدمنين على هذه أنا صراحا عن نفسي أتكلمان عن نفسي مدمن قهوة القهوة السوداء بأنواعها سواء كانت الكولدبرو الأمريكية الأسبراسو حتى أشرب كميات قد تتعدى حاجتي اليومية ولكن عساس تخلص من أي عارض جانبي قد يطلع معي من القهوة لازم تشرب ماء وايد فحاول ترفع كميات الماء اللي تشربها وهنا نقول كمية السواء اللي يحتاجها جسمك تعتبر مرتبة ارتباط كبير عزكم الله وأنتم كرامة بلون البول كثير ما كان لون البول شفاف ما في أي لون ما في أي رايحة إذا أنت تطمن القنبهات اللي قاعد تشربها وكل شيء أمورك سليمة إذا كان اللون شوي غامق وكان فيه ريحة فأعرف أن التواصل عندك ممثبوط مثلاً ممكن منبهات كوايد أكثر من الماء تحتاج ترفع الماء تحتاج تقلي منبهات لازم تعمل البالس مالك نعم بهالكلام إحنا رح نختم هذا اللقاء بنحاول من قل المنبهات لكن يومنا ما يبلش إلا بهالمنبهات وكل شخص علينا يختار الأنثب لكل الشكل لك غصائي التغذية يا أحمد ليري على وجودك معنا في هذا اللقاء جداً استمتعنا اليوم أعطيتنا هذا المنبه اللي نحن نحاجه الجرعة للمحزاجها في هذا الصباح مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد شوي ترجمة نانسي قنقر